الله بموكب جنائزي المهيب تقدمه محافظ محافظة الحديدة وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية وجمع قفير من المواطنين شجع في الساحل الغربي جثمان الشهيد أسامى عبد حسن زحزوح أحد أبطال قوات خفر السواحل رصيد من النضال خلف حبا في قلوب مشيعيه الذين تدافعوا تقديرا للأدوال البطولية التي اطلع بها الشهيد الزحزوح وتكريما لكل الأحرار الذين هبوا من كل مناطق اليمن لمواجهة ميليشيات الحوث الكهنوتية واستعادة النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة المختطفة حيث جرت مواراة جثمانه الطاهر في مقبرة القضيبي عقب الصلاة عليه في جامع السنة بمدينة الخوخة الحمد لله واشكر الله على كل حال اليوم ودعنا بطل من أبطال الساحة الغربي الفقيد أسامة الزحزوح الذي مشهود له بالإقدام ومشهود له أيضا بالكثير من المواقف الإنسانية هذا الرجل ما أن يذكر اسمه إلا تسمع الثناء عليه في حياته وأيضا بعد ما ماته تسمع الثناء له فيه صفات حميدة نسأل الله أن يتقبله شهيدا عنده وأن يذكره في سيح جناته نحن اليوم نودع أخا عزيزا مقاتلا سنديدا مجاهدا في سبيل وطنه لقد كان أسامة الزحزوح رحمة الله عليه أحد رجال أبناء اتهامة الذين شاركوا في حرب شارع الخمسين في اللواء الرابع مقاومة وطنية وكان مقاتل بكل عزيمة وبكل فخر وبكل جسارة لقد رأيته بعم عيني وهو يحارب تلك الميليشيات المارقة وها نحن اليوم نودعه هذا البطل السنديد شجاعة الشهيد ومواقفه البطولية ستظل محل تقدير واعتزاز الجماهير الذين احتشدوا لتودع هذا البطل وستتأكيد من مشيعيه على المضي في الدرب الذي اختطته لهم حتى تحرير آخر شبر من الوطن من الكهنوت الرجعي من محافظة الحديدة شرف الشمر اليمن اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر